طيب تعالوا نبدأ مع حضراتكم ونشوف أهم عنوين الصحف العالمية في الرياضة وخاصة من كورة القدم قالت ايه هنا في المحترفة يلا نبدأ جولتنا في أسبانيا تحديدا جريدة مركة الأسبانية ركزت على سلاسي خط وسط ريال مدريد كازيميرو وتوني كروز ولوكا مودريتش وكتبت السلاسي الخالد طبعا سلاسي رهيب جدا جدا على مستوى الكورة العالمية طبعا وكلهم على مستوى عالي جدا جدا اهتمت كمان الصحيفة بإعلان سيرجو أجويرو طبعا مهاجم برشلونة اعتزاله لكورة القدم وكتبت أجويرو وداع بالدموع يعني طبعا فيه طبعا احنا نتكلم على أجويرو تمام اللي هو أعلن اعتزاله وكورة القدم بسبب طبعا ظروفه الصحية صحيفة اهتمت بنتاج لقاءات الدور التاني من كاس ملك أسبانيا ويتأهل عن ديت الدرجة الأولى على مستوى أسبانيا لسه في جريدة سبورت الأسبانية ركزت على إعلان طبعا الأرجنتيني أجويرو لعب برشلونة اعتزال كورة القدم وكتبت المرمى يبكي من أجل أجويرو صحيفة اهتمت بتعقودات كمان برشلونة المحتملة وكتبت أليكس سانشيز يرغب في العودة لبرشلونة وأوباما يانج في غرفة الانتظار لسه في أسبانيا مع جريدة إيس الأسبانية اللي ركزت على صراع باريس سان جيرمان وريال مادريد على المدافع الألماني أنتونيو رودريجي وكتبت ريال مادريد وباريس سان جيرمان يتصرعان من أجل رودريجي طبعا اللاعب الكبير اللي عنده مشاكل كبيرة جدا مع تشيلسي طبعا عقده هينتهي مع نهاية هذا الموسم ومن حقه يمدي من خلال هذا الشتاء يعني في يناير ممكن يمدي طبعا لعيب كبير جدا جدا لكن مستوى كان كبير جدا جدا مع تخل هو اللي طور مستوى ودلوقتي فيه صراع كبير ما بين باريس سان جيرمان وريال مادريد للحصول على خدمات هذا اللاعب الجريدة كمان تحدثت عن طبعا اعتزال أجويرو لكرة القدم وكتبت أجويرو كان طبعا لعلى سوان أجويرو أنه كان بيقول كان بيودي البقاء في برشلونة لكن الأطباء لم يشجعوني ده طبعا كانت رسالة كده حزينة بالنسبة لأجويرو أنه كان يتمنى البقاء في الملاعب والاشتراك مع برشلونة لكن طبعا قرار الأطباء لعدم جهزيته ويعني الحالة الصحية لا تسمح له بالاستمرار في الملاعب اهتمت كمان الجريدة بإصابة لوكا موتريتش ومارسليو لاعب طبعا ريال مادريد بفيروس كورونا ميرور سبورت هنروح ونسيب أسبانيا ونروح لطبعا إنجلترا تحديدا صحيفة ميرور سبورت الإنجليزية اللي ركزت على غضب مدربي الأندية الدوري الإنجليزي الممتاز من انتشار فيروس كورونا في صفوف اللاعبين والتقنين وكتبت مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز غاضبون من انتشار فيروس كورونا كمان الجريدة اهتمت بفوز الأرسنال على وسط هام يونيتد 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز وصعود طبعا أرسنال إلى المركز الرابع نروح لفرنسا جريد الكيب الفرنسية اللي اهتمت بفريق ليل وطبعا فترة الانتقالات الشتوية وكتبت ليل وفترة الانتقالات الشتوية الخطرة ركزت صحيفة على أخبار إلغاء نهايات أمم أفريقيا وتأثيرها على لعب الأندية الأوروبية والأفريقية وكتبت لا لأفريقيا وكتبت كمان هناك نقوص خطر من فرنسا ولن يذهب أي لاعب له بطولة أمم أفريقيا بدون ضمان صحي دي طبعا على مستوى الصحف الإيطالية كتبت كمان بطولة أمم أفريقيا في خطر لكن الكاف طبعا بينكر ذلك الصحيفة كمان اهتمت بتطورات تجديد نابولي العقد إنسيني وكتبت إنسيني ونابولي القرار في يناير قبل ما نروح لفاصل نقطة سريعة جدا دلوقتي فيها حملة شرسة جدا جدا من بعض الأندية وخاصة من الاتحاد الأوروبي على إقامة بطولة أفريقيا طبعا في موعدها القادم طبعا حضراتكم عارفين فيه لعبة كتيرة جدا جدا في أفريقيا بيلعبوا في التوب تيم في الدوريات الأوروبية لكن يمكن بعض الاتحادات بدأت ما تروحش للنقطة دي بدأت تروح لنقطة مختلفة شوية بتضغط إن الكاميرون وإنها خايفة من فيروس كورونا المنتشر حاليا وإنها خايفة على صحة اللاعبين من هذا الفيروس وإن اللعيبة مستحيل تسافر لهذه البطولة من ناحية عدم طبعا إمكانيات أو الإمكانيات الضعيفة في الكاميرون وعدم يعني اكتمال بروتوكول الوقاية من فيروس كورونا في الكاميرون كلها زي ما بقول لحضراتكم تحديات كبيرة جدا جدا للكاف وأنا في رأيي لازم يكون فيه وقفة قوية جدا لأن البطولة الأفريقية من أقوى البطولات على مستوى العالم ترجمة نانسي قنقر